الآخر بعد أن أتممنا عملية صنع القالب بالمختبرات السابقة طبعاً طريقتين الطريقة لوك هارد مثل بهذا الشكل وطريقة الكاسيت اللي راح تأخذوها أيضاً للحصول على كاسيت بشكل آخر قلنا هذا الشيئين أو هذا الشكلين اعتماداً على تايب أوف مايكروتوم أو الجهاز التقطيع اللي يستخدم وهذا موجود بالمختبرات بأشكال مختلفة احنا بالمختبر هذا عندنا عندنا الشكل الروتيني اللي هو روتين مايكروتوم يسمى جهاز المايكروتوم ومختبرنا يكون شكل يد هذا شكل وأكو شكل آخر أيضاً راح نطيكم صورة عنه والفروقات بسيطة جداً والآلية العمل هي واحدة هذا هو مايكروتوم جهاز المقطاع الدقيق مايكرو يعني أجزاء صغيرة جداً توم مقطع أو جهاز تقطيع يسمى روتري مايكروتوم ليش يسمى روتري؟ دوار اعتماداً على آلية التدوير هذه اللي يعمل بها هذا الجهاز عملية ميكانيكية هذا الجهاز عبارة عن مجموعة من الدشالي اللي تزاعد داخلية اللي جوه موجودة عجلات مسننة ومرتبضة مع بعضها تطيننا آلية للحصول على تقطيع دقيق آلية التقطيع شنوية؟ بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة هو أنه هذا الجزء اللي يسمى بلوك كارير أو بلوك بولدر هذا اللي جاء يصعد وينزل عملية صعود ونزول صعود ونزول فقط بمكان واحد يبقى آلية أنه يبقى يصعد وينزل في نفس المكان رح أشرح الأجزاء الداخلية أو الأجزاء العامة لجهاز المايكروتوم وآلية العمل لاحقا يتكون هذا الجهاز من بادي أو المايكروتوم هذا البادي اللي يحفظ العجلات المسننة اللي موجودة بالداخل ويجب أن دائما تزيت وتنظف باستمرار وهذا مجرد انكلوزر أو كبر الجزء الآخر اللي موجود هو بادي أو المايكروتوم هذا بادي قاعدة المايكروتوم وتكون ثقيلة وزنها تقريبا 26 كيلو حتى تحافظ على استقرارية الجهاز وعدم تحركه في مكانه ويبقى في مكان ثابت دائما هذا الجزء هذا الجزء الدوار يسمى فلاي ويل فلاي ويل أو دولاب الدوار هذا الجزء يسمى فلاي ويل هذا دراع يمسك بالفلاي ويل لعملية التدوير هذا دراع أو فلاي ويل لدينا نقطة رقم أربعة فلاي ويل فلاي ويل في المايكروتوم النوع الثاني اللي راح أدركه بعدين أكو مثل نافذة صغيرة في جهاز المايكروتوم لتحديد السمك الذي سوف يتقطع به السليكس أو الشرائح كم هي السمك اللي احنا جاي نحدده هنا أكو نافذة صغيرة في هذا الجهاز لا توجد هالنافذة موجودة في الجهاز الآخر اللي راح نرايكم صورة إلي وأيضا موجود فيه مختبرنا الجزء رقم خمسة بلوك هولدر هذا الجزء اللي يرتفع إلى الأعلى وينزل إلى الأسفل هذا الجزء هو بلوك كارير أو بلوك هولدر بلوك هولدر وهذه هنا أكو ناف أو كلام لتثبيت القالب كلام لتثبيت القالب يعمل أنه هنا أكو مثل الفكين من الأسفل فممكن يحصل القالب ما بين هذين الفكين لتثبيتهم في مكانه في البلوك هولدر أو بلوك كارير الجزء الآخر اللي هو نافه هولدر أو سلكينج بلايد ريست هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء كله يسمى نافه كارير أو نافه هولدر والنايف عدنا هي شكلين أو نوعين أيضا راح نشرحهم لاحقا الجزء الآخر هو كلتش فور لوكينج أدجسمنت تكنيس هذا كلتش هذا كلتش مثل القفل يمنع حركة النايف كارير كله يعني الآن النايف كارير ثابت في مكانه إذا فتحنا هذا الكلتش فممكن نحرك النايف كارير إلى الأمام وإلى الخلف وهذه أيضا ثم عملية التقطيع راح نشرحها بالتفصيل شنو فائدة هذه الآلية اللي هي لتقريبا النايف كارير أو النايف هولدر إلى القالب من قربة ومن بعدة حتى لا تصير عملية التقطيع أو غير جيدة